خبر الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قراره بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة سيد شام عكاشا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 25 سبتمبر 2020 ربما للنجاحات اللي عملها شام عكاشا في البنك الأهلي وتحقيق أرباح كبيرة جدا تم التجديد أيضا لاحية أبو الفتوح نائبا لرئيس مجلس الإدارة وداليا الباز نائب لرئيس مجلس الإدارة وتم تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي من صحر السلب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعلي الصعيدي برضو مجلس إدارة غير تنفيذي وشريف وهبة وأحمد سليمان وعاطف نجيب ومحمد صلاح الدين كل دول أعضاء غير تنفيذيين أيضا تم التجديد لرئيس بنك مصر الأستاذ محمد الأتريبي ترجمة نانسي قنقر